السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتكلم شيخ محمد معذبنا انا معاك الشيخ محمد على الهوى وانت على الهوى بس اسأزينك وطي التلفزيون واسمعني من التلفون يا سيد أبا أحمد ماشي ماشي يا باشي تفضل قول سؤالك السلام عليكم يا ابن الشيخ وعليكم السلام يا سيد انا عندي ابني جوزت قبل الجيش طيب امراته متسلكة معانا خالص طيب هي عايشة معاك ولا عايشة لوحدها عايشة فوقها في الشقة من فوق جزها جزها بيطلع هي لوحدها جزها بيطلع عالجيش بيوضيها عند اهلها بيجي من الجيش بيروح يجبها ايه السؤال بيروح وبيديها مسارفها المهم الأسبوع اللي ابني بينزلوا برضو العزبة التانية يعني الاماها ومشتلكة معانا خالص ومنك كده على ابنك خالص خالص طيب يا سيد ابو احمد انا بنقول لي هاشرح فين ولا جاية منين ولا حربها هنسي فقال طيب ايه سؤالك سؤالي يعني ايه نأمن ايه دلوقتي بيقولك انا ما عندش اعرف اكمل مع البنت دي والبنت دي معاها طفلة دلوقتي عندها سنة ونص طيب فاني خايف اظلمها طيب فمش عارف اعمل ايه طيب وابني سعبان علي حاضر يا سيد ابو احمد ماشي يا باشي حاضر حاضر اخونا ابو احمد الكريم انا بس لفت في نظري حضرتك بتسأل وبتقول من ضمن الكلام ما بنقول لاش انت راحة فين ولا جاية منين هو شارعا حضرتك وزوجة حضرتك لليكم كلام عندها براحة فين ولا جاية منين هي متجوزة ابن حضرتك مش متجوزاك لانت ولا زوجتك انا بس بقولي الكلام دل ايه لكل حما والكل زوجة علشان يفهموا شرع ربنا سبحانه وتعالى العشرة بقت مستحيلة بينها وبين ابنك فين الصبر وفين الاحتساب وفين فبعثه حكما من اهله وحكما من اهلها وفين الوعز وفين الهجر وفين النصح وفين الارشاد فين الطرق اللي استخدمها القرآن الكريم كلها من اجل تقويم هذه المرأة ان كانت معوجة كما قلت والعهدة عليك فيما قلت لكن ان فشلت كل هذه المساعي ربنا سبحانه وتعالى احل الطلاق وما حرمش الطلاق بل انه قال في الطلاق وان يتفرق يغني الله كلا من سعتي اسأل الله ان يصلحها بصلاحي وان يهديها وان يردها الى ولدك مردا عاجلا غير ااجل مردا جميلا وان يجبر هذا البيت بجبارية